ضمن مصاري مكافحة الفساد وتبع لتنازل نائبي مجلس الأمة جمال ودعباس وسعيد بركات عن حصانتهم البرلمانية طوعا تبقى لحكام المادة المادة المئة قول والسابع والعشرين من الدستور بشرة نيابة العامة لدى المحكمة العليا جاءت المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون للجاءات الجزائية ضدهما بصفتهم وزيرين سابقين للتضامن الوطني والأسرة وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقبوا بل يعاقبوا عليها القانون تتعلق بتبديد أموال عمومية إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محرارات عمومية وحسب بيان للمحكمة العليا فقد تم تحويل ملف القضية لمستشار التحقيق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة اشتركوا في القناة